اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويصحب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الطرق والشعاب للغزو والقتال وقيل سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتفرقون في شعاب بلادهم اشتركوا في القناة وذكر العلماء أسبابا أخرى لتسمية شعبانا بهذا الاسم وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في هذا الشهر من الصوم فقد صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم قالت رضي الله عنها وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة وكان الوحي ينزل في لحافها وحجرتها تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في هذا الشهر من الصيام وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس بن مالك وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له مكثرا لرواية الأحاديث عنه يخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم في شهر شعبان ويكثر منه الصوم ويفضله على غيره من الشهور صلى الله عليه وسلم وفي سنم الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان إلا شعبان ورمضان أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم قط شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وفي رواية عند الإمام النساء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان كان يصله برمضان وفي لفظ كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان كله وفي رواية عند الإمام مسلم كان يصومه إلا قليلا هذه الأحاديث التي طوى عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس بن مالك وعن أم سلمة يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من غيره ويؤخذ منها كذلك أن الصوم في شعبان كان أحب إليه من غيره من الشهور ويؤخذ منها كذلك أنه كان يصومه مع رمضان على التتابع وأنه كان يصل يعني شعبان برمضان وأنه كان يصومه كله وفي رواية يصومه إلا قليلا اختلفت أنظار العلماء والفقهاء في توجيه هذه النصوص الحديثية النبوية الصحيحة فذهب صاحب مشكات المصابيح إلى أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله في بعض الأعوام ويصوم أكثره في الأعوام الأخرى فحدث كل صحابي بما رآه وبما علمه فأخبرت أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان وأنه كان يصومه معا على التتابع وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شعبان كله جمعا بين الأحاديث فالصواب في نظر الإمام الطيبي صاحب المشكات أن نجمع بين هذه الأحاديث وأن تحمل بعضها على فعله في بعض الأوقات وأن تحمل الأخرى على ما فعله في أوقات أخرى فيكون ذلك إعمالا للأحاديث كلها وذهب بعض الفقه إلى أن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أي كان يصوم من أوله ويصوم من أوسطه ويصوم من آخره فلا يخلي شيئا منه من صيان ولا يخص بعده دون بعد فيصوم في آوائل شعبان ويصوم في آوائل شعبان كله أي أنه يصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره فلا يصوم من أوله ومن آخره ومن آخره على أوله فمن صام من أوله فقد أحسن ومن صام من أوسطه فقد أحسن ومن صام من آخره ومن أيامه الأخيرة ما عدا من يفعل ذلك أحطياتا لرمضان فقد أحسن كذلك ويثاب على نية متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاب الإمام ابن بن المنير إلى أن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلى أنه كان يصوم أكثره في أول أمره وبعد ذلك بدأ يصومه كله وهذا الرأي لا بد فيه من الرجوع إلى تأريخ الأحاديث وبيان المتقدم منها والمتأخر فلا يحمل أي من الرأيين على الأولية أو الآخرية إلا بعد الوقوف على تاريخ ورود هذه الأحاديث لنعلم هل كان فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره يقتصر على صيام أكثر شعبان ثم بعد ذلك يعني ضاعف وزاد واجتهد في آخر حياته حتى صار يصوم شعبان كله وذهب الإمام بن المبارك وغيره من الأئمة إلى أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فالمراد بالكل الأغلب وهو استعمال يعني معروف في لغة العرب ولسانها فالعرب قد تطلق الكل وتقصد به الأغلب وهو من المجاز الرائج المستعمل في لغة العرب يقال قام فلان الليل كله وقد يكون في بعض أوقاته يتعشى وقد يكون في بعض أوقاته يتوضى فمعنى قام ليله كله أي قام أكثره وقام أغلبه وهذا الرأي كذلك له حظ من النظر وله جانب من الصواب وإن كان كلام الإمام الطيبي صاحب المشكات هو الذي يعني تنتظم معه جميع الأحاديث فيكون الحبيب المصطفى قد صام هكذا وصام هكذا وكيف ما كان الأمر فالعلماء قد أجمعوا على جواز صيام شعبان كله ولم يمنعوا من صيام أواخر شعبان إلا لمن يصومها حطياتا لرمضان النهي الوارد عن التقدم بين يدي رمضان بيوم أو يومين يحمل على من يفعل ذلك من باب الإحتياط والصيام يوم الشك حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه أما من كان في نيته أن يصوم شعبان أو أن يصوم يوم الإثنين وقد وافق اليوم الأخير من شعبان فهذا يصومه وهو مأجور على فعله وعلى متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شعبان يجتهد يشكر الله تبارك وتعالى ويزيد في العمل ويتقرب إلى الله بطرق الطعام والشراب والشهوات لماذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره ما هي الحكمة وما هي العلة التي من أجلها كان حبيبنا يزيد في صومه ويضاعف في عمله في شهر شعبان قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يشغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يشغل عن صومها إما لصفر وإما لغزو وإما لعارض من العوارض فتجتمع عليه هذه الأيام فيقضيها في شهر شعبان ويصومها في شهر شعبان وهذا التعليل ذكره الإمام بن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري وقد روي في هذا المعنى حديث في إسناده ضعف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى تجتمع عليه حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان هذا الحديث لو صح لكان نصا في بيان الحكمة التي من أجلها يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان وقيل كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان تعظيما لرمضان فشهر شعبان كالنافلة القبلية التي تسبق الفريضة فكان صلى الله عليه وسلم لتعظيمه لشهر رمضان شهر نزول القرآن شهر فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وعتق الرقاب وإجابة الدعوات كان صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الشهر يصوم شعبان حتى تأنس النفس بالعبادة وتألفها وتعتادها وحتى لا يشق عليه أن يصوم الفريضة في شهر رمضان وهذا المعنى كذلك ورد فيه حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل أي الصوم أفضل يا رسول الله بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان وهذا الحديث كذلك فيه مقال في إسناده وقد أخرجه الترمذي وفرواته من تكلم فيه وقيل كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان لأن نساءه يقضين ما عليهن من صوم رمضان في شهر شعبان أمهات المؤمنين كنا ينشغلنا عن قضاء رمضان فيجتمع عليهن فيقضينه في شهر شعبان فكان الحبيب المصطفى يصوم معهم من باب حسن المعاشرة ورفع الكلفة ومحبة الموافقة تكون أهله صائمة حتى لا يكلفها أن تهيئ له الطعام يصوم معها رفعاً للكلفة ومحبة في موافقتها ومشاركتها في الخير صلى الله عليه وسلم وقيل كذلك إن رسولنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر من غيره ليعوض التطوع الذي يفوته في رمضان إذا دخل رمضان يعني امتنع أن يصام يوم الاثنين تطوعاً ويوم الخميس تطوعاً فيكثر من الصوم في شعبان تعويضاً لما يفوته من النافلة بدخول شهر رمضان لأن بعض الفقهاء يمنعون أن تندرج النافلة مع الفريضة في الصوم وقيل كذلك إن نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان لأنه شهر يكتب فيه من يموت من العباد فيصوم في شهر شعبان حتى إذا كتب أجله أدركه ذلك وهو صائم صلى الله عليه وسلم وقيل كذلك وهو الصحيح وهو الأقوى وهو الأولى كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجدد في النوافل اجتهادا يستحيل أن يضاهيه فيه مخلوق فكان حبيبنا يصوم شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وقد جاء ذلك في حديث رواه الإمام النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان الصحابة يراقبون تصرفات تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يرمقونه بأبصارهم يقتدون به في أفعاله وأقواله ويسألون عن عباداته في بيته ويحرصون على الاقتداء والتأسيب أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور فأراد أن يتعلم أراد أن يسأل أراد أن يعلم الحكمة والغاية والعلة ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان الناس يغفلون عن شعبان لأنهم يشتغلون في رجب وهو من الأشهر الحرم وإذا خرج رجب ينتظرون دخول رمضان وهو أعظم شهور العام فيغفلون عن الغنائم والنفحات التي أودعها الله في شهر شعبان فالحبيب المصطفى يعلمنا أن نحرس على اغتنام أوقات غفلات الناس العبادة في وقت غفلة الناس أجرها مضاعف لأنك تكون مع القلة وتكون مع أهل اليقظة وتكون مع أهل الفطمة وتكون مع أهل الفهم الذين يغتنمون أوقات الغفلات وإنما فضل قيام الثلث الأخير من الليل لأنه وقت غفلة الناس وراحتهم ونومهم وإنما جعل في دعاء السوق ما جعل من الأجر لأن السوق موطن الغفلة فاحرس يا عبد الله أن تكون في مقدمة صفوف العبادات في الأوقات التي يغفل الناس يغفل فيها الناس مع الصهرات مع المباريات مع النهو مع المسلسلات مع المضحكات هذه الأوقات التي يتسابق الناس فيها إلى حطام الدنيا احرس أن يكون لك فيها عمل يقربك من الله عز وجل ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله أعمالنا ترفع إلى الله في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام عملك أنت وعملي أنا وعملنا جميعا يرفع إلى الله في كل يوم يوميا أعمالنا أقوالنا أفعالنا حسناتنا سيئاتنا تعرض على الله وترفع إليه ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى منزه عن النقص منزه عن السنة والنوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام لأنه قوي سبحانه وتعالى والعباد يحتاجون إلى النوم لضعفهم يتعبون ويصيبهم لأرهاق ويحتاجون إلى الراحة الله لا ينام ولا يليق به أن ينام فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفع له القسط المراد به هنا كما قال القاضي عياد وغيره الميزان الميزان الذي هو عنوان العدل ربنا سبحانه وتعالى يرفع موازين العباد ويخفضها الحسنات سثقل الموازين موازين العمل الصالح والسيئات سثقل موازين العمل الطالح يخفض القسط ويرفعه بما يوزن في هذا الميزان من أعمال العباد وأرزاقهم فقد تحرم الرزق بالذنب تصيبه من أسباب ضيق الرزق الذنوب والمعاصي من أسباب الهم والحزن الذنوب والمعاصي إذا أردت أن يوسع أن يوسع الله في رزقك إنزم باب طاعته إنزم باب طاعته فمن اقترب من الرزاق لا بد أن يصيبه من كرمه وجوده ومن قصد الفتاح فتح له أبواب الرحمات وفتح له أبواب العطاء وفتح له أبواب الابتناء لتمحيصه وتطهيره فالله تبارك وتعالى يقول ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار عملك اليوم عملك اليوم رفع ووصل إلى ملك الملوك واطلع على ما اقترفته يداك أما نستحي من الله أن نستهزئ بكلامه وأن نحتقر ما أنزله من الوحي والهدى والبينات أما نستحي من الله تبارك وتعالى أن نتجرأ على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن نحرف شريعته وأن ندعي النقص فيما جاء به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم يرفع يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى كل أسبوع صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنصائه فأقل ما يفعل في هذا الشهر أن يصام فيه يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله وترفع أعمالنا في كل عام ترفع أعمالنا في كل عام في شهر شعبان قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في هذا الشهر لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فإذا رفع العمل وأنت صائم كان صيامك سببا ليشفع لك عند الله إن كان عندك نقص يجبره هذا الصوم وإن كان عندك خلل يسده هذا الصوم فليحرص الواحد منا أن يصوم في هذا الشهر على قدر استطاعته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه كان يحب الصوم فيه كان يصومه مع رمضان على التتابع كان يصومه برمضان وكان يصوم شعبان كله هذه كلها أحاديث ترغب المؤمن أن يصوم في شهر شعبان وقد كان السلف الصالح السلف الصالح أولياء الله أهل الدين أهل الصدق عباد الرحمن المتواضعون كانوا يسمون شعبان يسمونه شهر القراء يراجع الناس فيه ما يحفظونه من القرآن استعدادا لرمضان فهذا الشهر هو شهر القراء شهر القرآن حتى إن كنت لا تحفظ من كتاب الله إلا قليلا فاحرس أن تكون لك ختمة في شهر شعبان تدعو بعد ختمك للقرآن تدعو لولديك وتدعو لأولادك وتدعو لبلدك وتدعو لنفسك وتدعو للناس جميعا أن يحقق الله الرجاء وأن يرفع الدرجات وأن يكشف الكرباء وكان عمر بن قيس الملائي رضي الله عنه إذا دخل شهر شعبان يغلق دكانه يغلق دكانه ويتفرغ لقراءة القرآن استعدادا لشهر رمضان فأكثروا عباد الله من صوم شهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونجيب على بعض أسئلة إخواننا الذين يتابعون هذا البثة المباشر ونجيب على بعض أسئلتكم وفقنا الله جميعا لما يحبه وإرضاه الأخ محمد يقول هل يجوز الصوم في التالي من شعبان لعله يقصد هل يجوز للمسلم أن يصوم بعد النصف من شعبان سيأتي معنا في الدروس المقبلة أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان أنه حديث منكر شاذ لا يصح عند المحدثين وأن المسلم يجوز له أن يصوم شعبان كله أو أن يصوم أكثره وهذا باتفاق العلماء إذن يجوز الإنسان يصوم ما استطاع من شعبان بشرط واحد ما تصومش أن هذا الخرم من شعبان من باب الإحتياط لرمضان وما تصومش أن هذا الخرم من شعبان إلى كان يوم الشك لكن إذا صمته بنية يعني النافلة فلا حرج عليك بل أنت إن شاء الله وعز وجل مأجور يكتب لك أجر صيامي هذا اليوم أخونا محمد يقول جزاكم الله خيرا أخونا أبو الفضل كذلك يقول جزاكم الله خيرا نجيب على أسئلتكم بارك الله فيكم ما قولكم في من يحتفل في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصححه بعض العلماء فيه أن الله يطلع على أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاح هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث بعض العلماء يصححه فيه بأن الله تبارك وتعالى يطلع إلى أهل الأرض اطلاعا خاصا فيه مزيد عناية ومزيد رحمة وفي ريوان ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لي جميع الناس جوجد الناس ومن لم يتغفر لهم في هذه الليلة المشرك حتى يسلم ويترك الشرك والكفر ومن بينه ومن بين أخيه شحناء وخصام جوجد الناس الخاصمين يعني الملف دي لهم كيرجع ويقال يعني حتى يصطالح يعني الإنسان يحاول قبل هذه الليلة يتسمح مع أخوته مع الجيران دي له يحاول أن يتجاوز عمن أسى إليه أو عمن ظلمه لعلنا إن شاء الله عز وجل ندخل في زمرة من يغفر الله ذنوبه وما أحوجنا إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى المقصود بصراري شعبان الأخ محمد يقول ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة هل صمت من صراري شعبان أي آواخره الأيام الأخيرة من شعبان هذا هو المقصود بالصراري في هذا الحديث الأخ لمبركي إدريسي يقول نطلب منكم الدعاء أسأل الله أخي مباركي أن يحقق رجائك وأن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن يرفع قدرك وأن يعطيك من الخير ما نويت أنت وجميع الحاضرين والمتابعين والمسلمين آمين آمين إنه لي ذلك والقادر عليه الأخ خاليد يقول أخي مستفى كان قراء القرآن ولكن الفهم ما عنديش أنت تؤجر على قراءتك للقرآن يعني مجرد قراءة القرآن عندك الأجر من قرأ القرآن الكريم كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام مم حرف لا آلف حرف ولام حرف ومم حرف إذن قراء القرآن عندك الأجر وباش تزيد يعني في التدبر حاول تصنط التفسير ديال الصور ديال المفصل ديال الأحزاب الحزب سبيح ولا عمى ولا قلوحية ولا تباركة هذه الصور المفصل التي تكرر معك في الصلاة حاول تصنط التفسير ديال الحمد لله كين تفسير ديال الشيخ المكين نصيري يعني يبث على قناة محمد السادس وكين تفسير صوتية وكين تفسير مرئية حتى الإنسان لما عنده واحد المستوى علمي أرى كين شروط الحمد لله كين عفوا تفسير ميسرة قدري تصنط للإنسان باشي فهم لأن كل ما كل ما فهم المعنى ديال الآية يعني كين تزاد الخشوع كين فهموا المقصود من القرآن الكريم ماشي وعد لإنسان كيقرأ العمور دياله كل الله الصمد وما عارف شمعنى ديال الصمد فاشكتعرف لمعنى ديال الكلمة كيكون داك الخشوع داك التدبور وكيكون لأجر أكتر لكن الإنسان بمجرد قراءة القرآن الحمد لله فإن الأجر يحصل له بعون الله وتوفيقه أستاذ ما هي الأعمال أخرى المستحبة في شعبان ما دام الأعمال الصالحة ترفع الإنسان يكتر من العمل الصالح الأعمال ترفع إلى الله يعني طلب العلم زيارة المريض تشيع الجنائز الصدقة صلة الرحيم الكلمة الطيبة قراءة القرآن الصدق في العمال الصدق في التجارة بير الوالدين الإحسان للأولاد الإنسان أي باب من أبواب الخير كتر منه لعلنا لا ندرك العام المقبل الإنسان رعا ما يغفلش هذه أوقات أوقات العبادات وأوقات الإجتهاد في الطاعات فالإنسان يجتاد في الأعمال كلها لكن أهم الأعمال هو الصوم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخونا عند اللاطف يسأل هل يجوز الصيام من شعبان وأنا علي يدين من رمضان مزيلا مزيلا الإنسان يقضي أن يقضي المرأة لعند الدين في رمضان تقضيه في شعبان باش يكون عند الأجر دي القضاء والأجر دي الصوم في شعبان كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله وعلا فالمرأة اللي لها يعني قضاء رمضان يعني لا يجوز لها أن تؤخره تصوم يعني في شعبان باش يكون عند الأجر دي القضاء ويكون عند الأجر دي الصوم في شعبان بحول الله وتوفيقه ونصيحة لبعض النساء بعد العينة الليه ديهم تيتهاونوا في ذاك الدين ديال رمضان كلي كتدوز علي اربع سنين خمس سنين حتى كيتتعرم تيقول لي عندها شهرين تلت شهور ديال الدين وكتقول لي كون شوية خنخرج غلي في دياء رعا ما يمكنش هذا را دين الله ودين الله احقوا بالقضاء وخدوز عليه ثلاثين عام رعا الانسان ما عنده العذر الانسان اللي اخرى ذاك القضاء ديال رمضان يقضيه ويخرج الفيدياء تخرج الفيدياء يعني عن كل يوم من هذك الايام التي اخرها كما سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل في الكلام على الفيدياء في الدروس المقبلة هنا اخت وفاء تسألوا استاذ ما هي الاعمال الاخرى رجبنا على السؤال ديال الاعمال الاخرى التي تستحب في شهر شعبان عافاك واش اللي غادي يصوم شعبان بنية الشفاء هل يجوز نعم اختنا ام محمد صومي وقتل مغرب قبل الفطور يهز الانسان يديه ويدعي الله بالادعية الجامعة ويتلب الله الشفاء كما دعا نبي الله ايوب ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ويدعي الانسان بالادعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى بالقضاء ديال الله ويتلب الله الشفاء فالانسان حين يصوم يعني يتقرب الى الله وتكون ان شاء الله عز وجل دعوته مستجابة قيل عند افطاره وقيل ما دام صائما في النهار كله يستجاب دعاء الصائم نطلبوا الله ادي الاخت ديالناه ام محمد الله يشفيه نطلبوا الله تم فارك وتعالى يخرج الدرر والمرضى والدى من الجسد دياله نطلبوا الله تم فارك وتعالى إذا عندها شيء مرض عضوي يعجلها بالشفاء إذا عندها عين أو سحر اياسواس او حسد نطلبوا الله تم فارك و تع تعفي imperial ويخرج هذا المراد وهذا الداء من جسدنا فالله هو الشافي الله تبرك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره إذا أعرض شيئا أن يقول له كن فيكون لا تعجز لا تشك في ربك تبضى استقبل القبل ودعي الله تحاور مع الله ينبغي أن نفتح تواصلنا مع الله لا تشك من يرحمك إلى من لا يرحمك لا يبقاش إنسان يبقى يضر مع الناس يضر مع الله تبرك وتعالى وتحاور معه وطلب منه يعني أن يصلح حالك وأن يستر عيوبك وأن يحقق رجاءك امرأة لا أعرفها تشاجرنا أساءت للكلام فهل أعفو عنها نعم ما قال الله في القرآن الكريم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة المتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس الله عفو يحب العفو وقد عفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن قومه وقد عفى أبو بكر الصدق عن مصطح الذي طعنا في شارى في بنته فالعفو هذا من أسماء الله الله يحب العفو فالإسان يسام حويت جوز ويعفو عن من ظلمه فمن عفى عن الناس كان أولى أن يعفو الله عنه وأن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون أيها الأحبة الأفاضل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لا تنسوا يعني أن تسجلوا إعجابكم بهذه الصفحة الجديدة وأن تضغطوا على جرس الاشتراك وأن تشاركوا هذا البت مع أحبابكم وأصحابكم للأسف كثرت صفحات الباطل في زماننا حتى أعطينا القيمة للبعض السفهاء والبعض التافهين الذين يستهزئون بكلام ربنا نتابعهم الناس بالآلاف وللأسف في العمر يلي كتبع هذه الناس أغلبها من الشباب والمراهقين فش كيسمعوا الاستهزاء بالقرآن وصب الرب وصب الدين فهذه الأيام المباركة اللي رحمنا الله بالشتاء ورحمنا بالتلج ورحمنا بالغيت عواض نقرأ القرآن والحمد لله ونشكره ونشر الكلام الطيب في أوسط الشباب يخرج علينا أهل النجاسة والقضارة يستهزئون بالقرآن الكريم والمغاربة عبر التاريخ عرفوا بتعظيم القرآن وخدمة القرآن وبناء المساجد وجميع المساجد التي في بلدنا يقرأ فيها القرآن في الصباح والمساء وتفتتح به جلسات البرلمانية وملكنا يوزع المصاحف في أدغال إفريقيا وبلدنا فيها ظار الحديث الحسنية وفيها القراويين مفخرة العالم وفيها كليات الشريعة وشعب الدراسة الإسلامية ومعهد محمد السادس للقراءات وفيه معهد لتكو الأئمة والمرشدين وفي كل رمضان يخرج المئات من الأئمة الشباب المغاربة ليأم الناس في أنحاء العالم ويجي وحد السفيه ويستهزأ بكلام الله عمسانة هذه الإنسان ما يطعنش في المقدسات ما يتقبلش شيء مسلم لا يمكن لمسلم أن يسمع ذاك شيء سمعت وما يتحركش القلب دياله سفيه من السفهاء يتابعه الآلاف من المراهقين يستهزئوا بكلام الله في بلد أمير المؤمنين في بلد المغرب في بلد العلويين والمرابطين والموحدين والمارينيين والأدارسة بلد العلم بلد الدين البلد للحفاد ديالو الحمد لله دائما يفوزون بالجوائز في المسابقات العالمية المغاربة عندهم القرآن في العرس عندهم القرآن في السبوع عندهم القرآن في الموت عندهم القرآن في الفرح لما غريبا يعظمون القرآن ويحبون خاملة القرآن وما يقبلوش يجي واحد السفيه واحد النجس ويستهزئ بكلام الله بذلك الكلام الذي لا ينطق به مؤمن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ارجعوا الكلام ديال الملكية في حكم من يحرف القرآن ويستهزئوا به لذلك موصي شبابنا أن يحضروا من هذه السفهاء وأن يبتعدوا عن هذه الصفحات هذه الصفحات لا تنفعك لا في دين ولا في دنيا خصوصا في هذه الأيام المباركة طلب الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال الله يهدي الشباب الله يستهل الأعراب الله يحفظ الأولاد والبنات طلب الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد خيرات وبركات ومصرات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة